فلوكوس أو فلوكاس هو عبارة عن تطبيق مستقل لأجهزة أندرويد وآيو اس وإضافة متصفح لكافة المتصفحات الشهيرة بيستخدمه بشكل يومي لمزامنة كافة البوك ماركس بين أجهزتي المختلفة سواء المكتبي أو اللابتوب أو الجوال بدون ما يكون مضطر أني استخدم حساب جوجل أو حساب موزيلا أثناء عملية المزامنة للأمان حساب جوجل أنا ما بيستخدمه لأني بيستخدم البرنامج مع سحابة نيكست كلاود بس إذا ما كان عندك سحابتك الخاصة فبإمكانك تستخدم جوجل درايف لتحفظ الملف اللي رح تكون كل البوك ماركس محفوظة فيه واللي بيميز هذا البرنامج عن غيره من البدائل أنه مفتوح المصدر بالكامل وفي حال اخترت أنك تحفظ الملف على جوجل درايف فالبرنامج بيقدم لك إمكانية تشفير الملف لحتى جوجل بنفسها ما تكون قادرة تقرأ محتويات الملف وتطلع على البوك ماركس الخاصة فيك وهذا الشي اللي أكيد أنا بنصح كل الناس أنه يعملوا في حال اختاروا الجوجل درايف وباعتبار أنه البرنامج هو عبارة عن إضافة للمتصفح فبالتالي هو متوافر على كافة أنظمة التشغيل وتثبيته رح يكون مثل ما بتثبت أي إضافة تانية فعلى متصفح كروم والمتصفحات المبنية عليه مثل الان جوجل كروميوم اللي هو متصفحي المفضل حاليا أو بريف فرح نستخدم متجر جوجل كروم وعلى الفايرفوكس فرح نستخدم متجر الموزيلا أو متجر الفايرفوكس أما على أجهزة أندرويد فالبرنامج ممكن أنك تثبته مباشرة عن طريق الجوجل بلاي أو إذا بدك تستخدم الاف درويد فهو موجود عليه كمان أما على أجهزة آبل أجهزة آي او اس الأيفون فالبرنامج كمان موجود على الاب ستور فهلا أنا مثبت الإضافة على الان جوجل كروميوم رحت أثبتتها كمان على الفايرفوكس فلو أجيت وضغطت على أيقونتها بالبداية رح يطلب مني أني أنشئ حساب جديد خلينا نبتدي بإنشاء الحساب مثل ما حكيت أغلب الناس أو معظم الناس ممكن أنه ما يكون في عندها نيكست كلاود أو الخيار الثالث اللي بيعطيني إياه البرنامج أو الإضافة اللي هو الويب داف شير فرح نتجاوز الويب داف شير ما رح نحكي عنها بس خلينا بالبداية نبتدي مع الجوجل درايف اللي رح تكون هي الخيار الأنسب للكل ومع ميزة التشفير يعني حتى لو ما كان محفوظ بمكانك الخاص بس هو رح يكون آمن من أيدي جوجل الشريرة فهلأ أنا اخترت الجوجل درايف رح نقل له continue ورح نسجل الدخول باستخدام الجوجل درايف طبعا رح أقوم وسجل الدخول مع الحساب اللي عندي ورح أعطي الصلاحيات وبهذا الشكل عملية إنشاء الحساب ضلت تمت هلأ عمله يسألني شو هي البوك ماركس اللي بدي أعملها عملية المزامنة فرح أختار المكان اللي بديها أنا رح قل له إنه أعملي بوك ماركس لا التول بار أو تمام لا البوك ماركس تول بار فرح نقل له save وهلأ هون مثل ما اللي شايف إنه باعتبار إنه أنا عمالي أعملها مع جوجل درايف ففي عندي إمكانية إني أحفظ الملف أو أحمي الملف شف له مع كلمة سر هلأ أنا رح اختار اللي عطاني إياها الفاير فوكس لأنه أكيد رح تكون كلمة لا بأس فيها رح نقل له أوكي ورح قل له continue هلأ ضل عندي بعض الخيارات اللي منها المدة الزمنية بين كل عمليتين مزامنة هو بشكل افتراضي أخذها كل 15 دقيقة وإذا كنت بدي أعمل عملية مزامنة بشكل أوتوماتيكي أو لا فرح فعلها أنا رح خليها مفعلة بعدين عمالي يسألني إذا كنت بدي أعمل عملية دمج بين الأجهزة المختلفة ولا لا أو اعتبر هات الجهاز اللي أنا موجود فيه حاليا هو الجهاز الرئيسي والأجهزة الثانية رح تكون أجهزة ثانوية أو كلاينتس أو زبائن فبحال اخترت الخيار الثاني فوقت اللي يبقون بإنشاء بوك مارك جديدة على هات الجهاز رح يتم مزامنتها مع كل الأجهزة الثانية في حين وقت اللي بيعمل بوك مارك جديدة على واحد من الأجهزة الثانية ما رح يتم مزامنتها أو ما رح تنحفظ لهات الجهاز فهذا هو السيرفر والأجهزة الثانية هي الكلاينتس أنا رح رح روح مع الخيار الأول أنه يعمل لي عملية الدمج أو عملية الميرج بين كل الأجهزة لحتى وين ما عملت البوك مارك يتم مزامنتها على كافة الأجهزة وبالنسبة لخيار الحسابات المتداخلة النستد أكاونت فرح خليه مع الخيار الديفولت اللي هو أنه نعم أنه عمل لي هات الأكاونت كحساب مدمج أو حساب دجو وحساب مع الحسابات الثانية ورح نقل له كونتينيو وبهي الطريقة بتكون عملية المزامنة تمت بنجاح أما على الجوال فالطريقة هي مشابهة تماما هلا أنا هون حاطت الحساب الأساسي اللي بيستخدمه بس رح قل له أنه نيو أكاونت ورح قل له الجوجل درايف بعدين رح نقل له كونتينيو ورح سجل الدخول باستخدام الجوجل درايف ورح تتم عملية المزامنة هلا بعد ما أمنا بإنشاء الحساب ممكن أنه ياخد المدة ثمانية ممكن أنها توصل لخمس دقايق لحتى إذا كنا عمالنا نعمله على الجوجل درايف ليتم إنشاء الملف وتتم عملية المزامنة بحد ذاتها بس لو قشينا للجوجل درايف لحتى نشوف إذا تم إنشاء الحساب ولا لا فرح شوف أنه صار في عندي ملف اللي اسمه البوك ماركس وفيه له اكستنشين خاصة بالفلاكس بحد ذاتها طيب خلينا بالبداية نقوم بإنشاء بعض البوك ماركس أنا التابس اللي موجودة عندي رح أعملها كبوك مارك هلأ هاي الطريقة في حال كنت عمالي أعملها مع الجوجل درايف طيب لو كنت بدي أستخدم النيكست كلاود فعملية إنشاء الحساب هي مطابقة تماماً لعملية إنشاؤه على الجوجل درايف وحتى ممكن أني أعمل أكتر من حساب يعني أنا مالي مقيد إنه استخدم هاد أو هاد ممكن يكونوا الاتنين موجودين عندي فهلأ بقل له بس إنه ضف لي حساب جديد ورح ضيف حسابي على النيكست كلاود هلأ النقطة اللي بتختلف عن الجوجل درايف إنه على النيكست كلاود على السحابة بحد ذاتها لازم إنك تكون مسبب تطبيق البوك ماركس هلأ إذا كنت عمالك تستخدم سحابة واحد غيرك يعني مو سحابتك الخاصة فعالأغلب ما يكون في عندك صلاحيات إنك تقوم بتثبيت التطبيقات فبهي الحالة رح تطلب من آدمين السحابة إنه يقوم بتثبيت هالبرنامج إذا كنت بتعرفه أما إذا كان السحابتك الخاصة فبتروح لقسم الأبس وبتدور على البوك ماركس ورح يطلع عندك ورح تثبته مثله مثل أي برنامج تاني فرح نضيف البوك ماركس فرح نضيف النيكست كلاود بارز ورح نقل له كونتينيو وبالنسبة للخيارات ما رح خيرها رح نقل له كونتينيو هلا لو إشينا وفتحنا السحابة خلينا بالبداية نعمل عملية المزامنة فرح إلو زامن للكل ومن السحابة إشينا للبوك ماركس رح شوف إنه طلعت كل البوك ماركس اللي أنا قمت بإضافتها من شوي هلا على الجوال كيف بدي أوصل لهي البرامج فأنا رح أفتح البرنامج يعني رح أفتح البرنامج اللي عليك كل البوك ماركس اللي تمت مزامنتها من الجهاز الأساسي أو من الأجهزة التانية ومجرد إني أضغط على البوك ماركس اللي بدي إياها رح يفتح لي إياها مع المتصفح الافتراضي للجهاز ما في داعي إني ضيف إضافة للمتصفح اللي موجود على جوالي يعني أداة بسيطة بس أكيد المنفعة منها كبيرة ومفيدة لكل شخص بيهتم بخصوصية بياناته أعطوني رأيكم فيه وهل رح تستخدموا أو لا بقسم التعليقات وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر